بعد شهر على بدء عودتهم إلى منازلهم يعاني أهل قرية نهر الإمام شمال شرقي ديالا من ترد الواقع الخدمي في القرية وعدم إكمال الجهات الحكومية تأهيل المنازل المتضررة فضلا عن هلاك البساتين والأراضي الزراعية وهو ما ينظر بمغادرة العائدين مرة أخرى وعدم عودة من لا يزالون خارجها قرية بحاجة إلى كثير من الخدمات حتى تستقر لأن هسا المي اليسارة ضعيف التبليط مالاته شوارحها يعني من طب وكأنما طب منطقة زراعية أيضا محتاجين إلى تحسين شبكة الكهرباء كذلك محتاجين إلى فتح جدول هارونية ليسقي جميع المزروعات وأيضا عدنا تقريبا المرحلة الثانية من ترميم البيوت تقريبا 105 بيت لم يكمل ترميم يعتبد معظم سكان قرية نهر الإمام على الزراعة وتربية الحيوانات مصدرا للعيش وتأمين متطلبات الحياة فيما يرتبط استقرارهم وإحياء القرية بدعم واقع الزراعة وتوفير المياه للسق والشرب بشكل كاف وفقا لمفوضية حقوق الإنسان يحتاجون إلى مياه بشكل مستمر خلصا مياه المخصصة للزراعة أيضا يحتاجون إلى زيادة بالخدمات الموفرة لهم من خلال الاهتمام بصيانة منظومة توفير مياه الصالحة للشرب أيضا منظومة الكهرباء أيضا الاهتمام بعادة أعمار المركز الصحي المنطقة يبلغ عدد الأسر التي نزحت بفعل مجزرة قرية نهر الإمام قبل ثلاث سنوات ما يزيد على مئتي عائلة عادت أكثر من نصفها أواخر شباط الماضي فيما تعتزم المتبقية العودة إلى ديارها بعد انتهاء العام الدراسي وتأهيل المنازل المدمرة واستكمال إجراءات العودة علي العنبغيو تي في ديالاء